ما يسوق بالإعلان الآن دخلنا في مرحلة الحسم والتحدي هذا الذي يعني الولد ربع الله ما راضي والكاظمي يتحدى هذه الصورة تقود في المستقبل إلى ماذا؟ هذا الذي أنا أريد أبحث عنه جداً مهم جداً بس أيضاً لن ننسى أن السيد العبادي وضع اللبنة الأساسية الأولى وأيضاً عقدة اتفاقيات لكن عادل عبد المهدي لن ينفذ هذه الاتفاقيات تبرشك لي العبادي ما هي الدورة؟ ها؟ تبرشك لي العبادي؟ لا عن جد تحياتي للتراوي بي عبو يسر طبعاً السيد الكاظمي ذهب إلى التطبيقات التي تفضل بها إلى الأمق نعم هناك معارضة كبرى من التيارات والكتاب المسلحة التي تشكل أدوات استراتيجية لإيران لولاية الفقه في العراق وفي المنطقة بياناتها واضحة كان الموضوع مشروع الملعب الرياضي وكفو ضدها موضوع البصرة وكفو ضدها يعني هناك تيار مضاد لأي تطور للعلاقات الإراقية السعودية إلى سؤال آخر بنفس الاتجاهة السيد الكاظمي استطاع أن يجابه هذه التحديات إذن سؤال هنا أستطاع أن يجابه إلى قات وثيقة نعم هل نقرأ بقولك أن السيد الكاظمي قد تحرر أو واجه؟ هل نقول أو نصيل عبارة أو إذا كان الواقع يقول هذا أن الكاظمي تحرر من هذه الميليشيات أو من هذا الضغط؟ أن هذه المكونات هي بذاتها بدأت تضعف هي مستمرة هي مستمرة ضمن نفس المنهج المنهج الذي هدد الذي طلقت صواريخ باتجاه السعودية الذي يوجه اتهامات باطلة باتجاه السعودية اتهامات غير واقعية يرفض التعاون يرفض التعاون مع دول الخليج إلى آخره وهذا الموقف وموقف إيراني ونتذكر مسألة العلاقة السلبية التي كانت بين هذه الكتاب والميليشيات مع قطر وعدما تم تسوية المسألة مع قطر بالفلوس رجعت هذه الميليشيات وهذه الكتاب إلى علاقات طبيعية مع قطر وقطر عادت أيضا طورت علاقاتها مع إيران وانتهى الملف إذن هي المسألة مسألة إيران أكثر من ما هي لكن أود أن أذكرها بحقيقة وحصلت هذه الحقيقة حتى خلال زيارة الضريف إلى بغداد هم لحد الآن يعترضون على العلاقات مع السعودية ويتهمون السعودية بأنها في فترة من الفترات كان خطها راعيا للإرهاب بس هذا غير صحيح وهذا غير صحيح هذا تجني هذا تجني كبير ليه شو ما يدعون أن هناك بعض الإرهابيين اللي يحملون الجنسية السعودية جيد هناك إرهابيين من تونس يحملون جنسية تونسية سبعين جنسية عالميا بالضبط زيان لكن الدول ليس لها علاقة بإرسال هؤلاء الإرهابيين يعني عندما يكون هناك سعودي إرهابي أو كويتي أو تونسي أو جزائي لذلك هم اعترضوا حتى على القمة الثلاثية طبعا هم ضد أي تعاون عراقي عربي أي اتفاقية بين العراق والأردن كانوا واكفين ضدها مسألة الربط الكهربائي مسألة المجمعات الصناعية المدن الصناعية مسألة النفط مسألة الأنبوب أي تعاون غير التعاون مع إيران هم يكفون ضدها طبعا هذه سياسة مغلقة هذه سياسة متخلفة يعني لهم فعلا قوى وطنية إراقية المفروض ينفتحون على أي تطور للعلاقات السياسية الخارجية بين الإراق وبين دول الجوار وبين الإراق وبين دول العالم طيب أنا أشكرك لكن مع الأسف يعني هي هذه سياسة الانغلاق والتعصب والتطرف أنا أشكرك أعود مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر